اهلا بكم الى موجز اخبار الان اسقطت القوات الامريكية طائرة من دون طيار يرجح انها لقوات موالية لنظام الاسد بعدما اطلقت النار على قوات التحالف قرب منطقة التنف جنوب سوريا بحسب رويترز وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون من بغداد قال ان الطائرة التي اسقطت لم تتسبب باضرار لقوات التحالف الدولي يبحث المبعوث الاممي الخاص الى سوريا ستيفان ديمستورا مع وزير الدفاع الروسي في موسكو سيرجي شويغو يبحث مسألة تقديم المساعدات الانسانية وخطوات تخفيف التوتر في سوريا من جانبه قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف انه يتوجب على جميع الاطراف داخل وخارج سوريا تنسيق خطواتها من اجل احراز تقدم في التسوية السياسية التي دخلت مرحلة حاسمة على حد تعبيره سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 90% من حي المتشلب شرق مدينة الرقة السورية وذلك بدعم جوي وتمهيد مدفعي مكثف على الحي وفق ما ذكرت وكالة سمارت نيوز وتتقدم قوات سوريا الديمقراطية في الجهتين الغربية والشرقية داخل الرقة على حساب تنظيم داعش واستشباكات عنيفة بين الطرفين وفق ما افاد به المكتب الاعلامي للقوات تجري منظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تحقيقا بشأن عمليات قتل نفذها تنظيم داعش لمدنيين حاولوا الفرار من غرب الموصل خاصة في الايام الاخيرة الماضية وفق ما ذكر مكتب حقوق الانسان في بيان الله وتشير تقارير المنظمة الى قتل اكثر من 231 مدنيا من بينهم اطفال اثناء محاولاتهم الفرار منذ 26 من ايار مايو الماضي لقي 14 شخصا حتفهم اثر هجوم على مدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا نفذته جماعة بوق حرام المتشددة وفق الشرطة النيجيرية واضح مفوض الشرطة ان ثلاث هجمات انتحارية شنها المسلحون قتلت عشرة مدنيين في حين قتل مدني اخر اثناء محاولته الهرب استدعت وزارة الخارجية الشادية سفيرها من قطر من اجل التشاور في خطوة تزيد من عزلة الدوحة بعد ان قطع عدد من الدول او قطع تعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية والتجارية معها واقل بيان لوزارة الخارجية ان الحكومة الشادية تدعو جميع الدول المعنية الى تفضيل الحوار كوسيلة لحل الازمة تسبب انتشار الكوريرا في اليمن في وفاة 789 شخصا منذ نهاية نيسان ابريل وفق منظمة الصحة العالمية هذا وتشبه المنظمة في اكثر من 100 الف حالة مصابة بالوباء الى اللقاء اشتركوا في القناة